السلام عليكم وعلا وسهلا بكم فيديو جديد لو انت حابب تغير اللوكيشن بتاعك او مواقعك على الخريطة في جهاز الايفون لو انت بتستخدم جهاز ايفون 14 او ايفون 13 وحابب انت تغير اللوكيشن بتاعك من على جهاز الايفون في فيديو النهاردة جايب لك برنامج مميز جدا نتقدر من خلاله لانت تغير اللوكيشن بتاعك من على الخريطة لاي مكان في العالم انت حابب قبل ما نبدأ الفيديو هنصليها سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد البرنامج اللي معي النهاردة دوت مثل جميلة لانه هو بيدعم اصدار الاي او اس 16 وبيدعم لحد اجازة الايفون 14 يعني انت لو اشتريت جهاز ايفون 14 وحابب انت تغير اللوكيشن في الجهاز دوت هتقدر من خلال برنامج التفون اي او اس لوكيشن البرنامج دوت سهل جدا وبسيط هسيب لكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف اول ما هتدخل على الرابط اللي موجود تحت الفيديو في الوصف هينلك الموقع رسمي البرنامج التفون اي او اس لوكيشن البرنامج دوت متخصص في تغيير موقعك من على الخريطة لاي مكان في العالم انت هتحدده على البرنامج دوت حينقلك للموقع دوت بدون ما تتحرك من مكانه وزي ما انتو شايفين البرنامج بيدعم اصدار الاي او اس 16 وبيدعم لحد الايفون 14 كل اللي عليك اللي انت هتحمل البرنامج دوت عندك على جهاز الكمبيوتر عندك التجربة المجانية وعندك الاشتراك المدفوة بعد ما هتحمل البرنامج هتبدأ اللي انت هتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر بعد ما هتثبت البرنامج عندك على جهاز الكمبيوتر هيزر معك بالشكل دوت زي ما انتو شايفين البرنامج سهل جدا وبسيط وبيدعم كمان اللغة العربية دلوقتي اول حاجة هتعملها اللي انت هتوصل جهاز الايفون اللي موجود معك دوت بالكمبيوتر وبعد ما هتوصل جهاز الايفون بالكمبيوتر هتعلم على علامة الصح دي هتخليها كده هوت علامة صح وبعد كده هتدوس على ادخل هيبدأ كده ان هو يقرى جهازك الايفون بالشكل دوت هتدوس على التالي هيبدأ كده البرنامج ان هو يحدد موقعك على الخريطة زي ما انتم شايفين انا متواجد ينوت في مصر انت لو حابب اللي انت تنتقل لأي مكان في العالم مثلا لو كتبنا الولايات المتحدة مثلا كتبت دبي اي حتة في العالم انت حابب تنتقل لها في الخريطة هتكتب نوت مثلا للولايات المتحدة بعد ما هتكتب كده في البحث المكان اللي انت حابب تنتقل ليه او الدولة اللي انت حابب تنتقل ليه بدوت كده هيزيل لك كده المكان اللي انت متواجد فيه, والنا هتحدد المكان اللي انت حابب تنتقل إليه. ممكن تكبر الخريطة كدهوة بالشكل دوت. وتحدد المكان او النقطة اللي انت عايز تروحها بالتحديد. مسلا احنا هنحدد المكان دوت كده وهنحط النقطة ديت هنا. وبعد كده هندوس على ابدأ في التعديل. هتجي لك الرسالة ديت ان هو هيغير الموقع بتاعك او اللوكيشن بتاعك على جهاز الايفون بتاعك. هتدوس على استمرار. هيبدأ كده اوه ان هو اغير الموقع بتاعنا على لوكيشن. لو رحنا كده على جهاز الايفون. وبدأنا اللي احنا نحدد موقعنا تاني على الخريطة. هتلاقي نفسك اللي انت متواجد دلوقتي في الولايات المتحدة او الدولة اللي انت حددتها على البرنامج. زي ما انتو شايفين كده هنصغر الخريطة ايه. وهيبدأ ايبان معانا اوه زي ما انتو شايفين الولايات المتحدة. احنا دلوقتي انه اوه على موجودين في الولايات المتحدة. تقدر اللي انت تشارك الموقع بتاعك دوت على اي تطبيق مسلا زي تطبيق الواتساب او الفيسبوك او الانستجرام اي تطبيق انت حابب اللي انت تعمل مشاركة للموقع بتاعك هتقدر اللي انت تعمل مشاركة. كل اللي عليك هتدوس على النقطة ديهاد كده وبعد كده هتدوس على مشاركة. هيبدأ يفتح لك كده التطبيقات زي ما انتو شايفين لو انت عايز تبعط مسلا اللوكيشن بتاعك لحد على الواتساب هتبدأ اللي انت تختار من هنا الواتساب وتبدأ اللي انت تعمل مشاركة للموقع بتاعك لو انت حابب تنتقل الى اكتر من مكان في الخريطة او لو انت بتلعب لعبة وحابب ان انت تتحرك من خلال اللعبة ديت واللوكيشن بتاعك تغير علشان انت تقدر تجمع مثلا البوكمون في لعبة البوكمون او انت بتلعب اي لعبة تانية ومطلوب منك اللي انت تتحرك بالهاتف بتاعك او تغير الموقع بتاعك هنروحوا كده تاني على جهاز الكمبيوتر عشان تقدر ان انت تحدد نقطتين وتتحرك في المسافة دية هترجع كده لورة بالسهم اللي هو موجود تحت دوت وبعدين هتختار من النوة تحديد موقعين او نقطتين وبعد كده هتدوس على دخول هيبدأ ان هو يختار جهازك الايفون مرة تانية هتدوس على التالي هيفتح لك الخريطة بالشكل دوت هنبدأ مثلا احنا موجودين في المكان دوت وعايزين ننتقل الى المكان التاني او للشارع التاني بالشكل دوت كده يبقى احنا عندنا اللي هي النقطة اللي موجودين فيها احنا موقعنا دلوقتي في المكان دوت وعايزين نتحرك الى المكان التاني دوت هتبدأ تختار من هنا السرعة اللي انت حابب تنتقل بها هتبقى مثلا ماشي او راكب دراجة او راكب سيارة مثلا هنختاره اللي احنا راكبين سيارة وبعد كده هندوس على ابدأ في التحرك هتجيلك برضو الرسالة ديت ان هي هتغير الموقع بتاعك من على الخريطة هتدوس على استمرار هيبدأ كده زي ما انتم شايفين ان هو ينتقل من النقطة ديت للنقطة التانية. لو رحنا كده على جهاز الايفون زي ما انتم شايفين لو لاحظتم هتلاقوا الموقع بتاعنا بيتحرك اهوات او بيتغير من مكان لمكان تاني. والسرعة كمان اهيت زي ما انتم شايفين ان هي مسلا راكب دراجة او راكب سيارة اهوت بالسرعة اللي هي مسلا انت راكب سيارة. لو حابب اللي انت تبعت دوت لأي حد برضو هتقدر اللي انت هتبعت لأي حد. هنغير كده الخريطة مسلا خليها امر صناعي. تبدأ تزهر معنا بالشكل دوت زي ما انتم شايفين اهوت احنا بنتحرك من الموقع بتاعنا اللي احنا كنا محددينه على البرنامج ورايحين للنقطة التانية اللي احنا حددناها برضو على البرنامج. تقدر بقى اللي انت تدوس على اللوكيشن بتاعك دوت كده على النقطة دي تدوس عليها كده. وتقدر اللي انت هتعمل مشاركة للموقع بتاعك دوت على اي تطبيق زي ما قلت لكم. لو انت حابب اللي انت تحدد بقى اكتر من نقطة. يعني انت مسلا بتتنقل بين شوارع مسلا او مدينة المدينة. وحابب اللي انت تعمل او اربعة نقطة او تلت نقطة او خمس نقطة. هتقدر من خلال البرنامج دوت برضو اللي انت تحدد كزا نقطة اللي انت بتتحرك فيها. هنرجع كده تاني على البرنامج. هندوس هنا على ايقاف. وبعد كده هنرجع خطوة الورى. وبعد كده هنختار من النقطة اللي هو هنحدد تلت نقطة او نقاط متعددة. بعد كده هندوس على دخول. هيبدأ برضو يجيب لك جهاز الايفون. هتدوس على التالي. هيفتح ماك الخريطة بالشكل دوت. هتبدأ اللي انت تعمل عدة نقاط او نقاط متعددة. مسلا هنعمل النقطة الاولى هنا اوه. وبعدين النقطة التانية. وبعدين النقطة التالتة. زي ما انت حابي بقى خمس نقط ست نقط زي ما انت عايز هتقدر اللي انت تحدد النقط ديت. زي ما انتو شايفين اوه بالشكل دوت كده. احنا عملنا سبع نقطة اوه زي ما انتو شايفين. هيبدأ ان هو يتحرك من المكان الرئيسي بتاعنا دوت. الى النقطة الاولى والنقطة التانية والتالتة. زي ما انتو شايفين. هنبدأ ان نختار من النواة السرعة زي ما قلتلكم. هتختار اللي انت ماشي او راكب دراجة او راكب سيارة. هنختار مسلا راكب سيارة. ليه اعلى سرعة ديت. وبعدين هندوس على ابدأ في التحرك. هتجي لك الرسالة ديت مرة تانية. هتدوس على استمرار. هيبدأ ان هو يغير اللوكيشن بتاعك على اساس ان ان انت ماشي بتتنقل من شارع لشارع او من مكان لمكان تاني. هتروح كده على جهاز الايفون. هتلاقي برضو اللوكيشن معك بيتغير زي ما انتو شايفين. ودلوقتي انت لو حابب اللي انت ترجع للموقع الحقيقي بتاعك اللي انت متوجد فيه. كل اللي عليك هي ضغطة زر واحدة هتضغطها في البرنامج. هترجع تاني للموقع بتاعك. هنرجع كده تاني على البرنامج. بعد ما تخلص اللعبة اللي انت كنت بتلعبها ومحتاج اللي انت تغير اللوكيشن فيها في جهاز الايفون. او مسلا انت حبيت اللي انت تبعت اللوكيشن بتاعك دوت لاي شخص ما للاي مكان في العالم. بعد ما تخلص كده او حابب ان انت ترجع للمكان الرئيسي بتاعك او المكان الحقيقي بتاعك على جهاز الايفون. كل اللي عليك اللي انت هتختار السهم المقلوب دوت هتدوس عليه دوسك دوت. هيجيب لك انه هو هيعيد تشغيل جهازك الايفون. هتدوس على اعادة تشغيل الان. هيبدأ كده جهازك الايفون ان هو يتطفع ويشتغل معك ويرجعك للموقع الرئيسي بتاعك او الموقع الحقيقي اللي انت موجود فيه. بعد ما يفتح كده معك جهازك الايفون لو دخلت على الخرايط وعملت تحديد الموقع زي ما انتم شايفين هيبدأ ان هو يجيب لك الموقع الحقيقي اللي انت موجود فيه. يعني احنا كنا موجودين دلوقتي على الولايات المتحدة الامريكية. اهو رجعنا تاني للموقع الحقيقيقي اللي احنا موجودين فيه. احنا انت بس هتوصل جهازك الايفون بالكمبيوتر هتفتح البرنامج دو هينقل اللوكيشن بتاعك لاي مكان في العالم انت حابب تنتقل ليه برنامج سهل جدا وبسيط حبيت اللي انا اشرحه لكم هسيب لكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف ولا عجبك الفيديو والصفات منه هاريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وشكرا لكم واشوفكم الفيديو الجاي